السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم في قناتي مرة جديدة نقول لكم صحائتكم إن شاء الله نعاد علينا بالصحة والخير والرباح وكل حاجة مليحة إن شاء الله فيديو اليوم كما كنت تشوفون سأبدأتها ديركت لنقف المصارين المصارين هذو الرقاق اللي يخدمو بهم الصوصيس والمرقاز اللي يقلوهم تاني بلا صوص وتاني سنعمروا بهم العصبان كما شفتوا في بداية الفيديو أول حاجة درتها هي هذا كالوساخ الكبير حاشكم الله يعزكم إن شاء الله نقيتها قبل قررت لها كالوساخ الكبير أصدحت في الأبوبال حاشكم وبدأت هنا لنقف الماء كما تشوفون العصبان أعرفوا ان المصارين هذو الصغر فيهم كتقبات تقبات رقيقة دخلتها ديركت في السبالة يلت لجعل الماء يهود خليت الماء يدخل حتى المصارين ينتفخوا ونقضع الناس وكما ترى الحديث في البيض في هذه المسرانة إذا كنت أمريكي يقضر بطاعة هنا لا أقوم بطاعة هنا لدينا بطاعة ويقوم بطاعة وأنا أجدتها بالماء وأنتخدمها وأنا أحضر النصف في البسنة ويقوم بطاعة حتى ينقر لي كامل هذا المسران حتى يمتلك أي شيء يستطيع بها يذهب إلى الماء هنا سأريد أن أرى كيف تنقى أذهب إلى الدوارة ونقى كما أرى، كان ينقى الدوارة ونقى المخدمة ينقى المحامي المقطع التي تنقى فيها نقى الدوارة ونقى الدوارة ونقى الدفاع ونقى الزوجات ونقى الدوارة نقى الأخرى ونقى الأخيرة الأنباء يضعون الأسفال ونقى المسلطة وأنا سأخذون الأسفل في فترة يساعدني اذا كان الأسفال داخل الأسفال ينقى الصغير declare كيفه تأخذنا نقى أبدا معجب الكفير ونقى الدعم فريط وغزوز والحمد لله يا ربي وفي واهران كان يديروا الفطر ملفوف وكان يديروا دوارة وهي تختلف كل واحد وشي يدير مهم ندميه كل حمد لله دروك نروح للعصبان العصبان هدرت فيها الريا قطعتها قطعوها صغيرة خضراء كيما راهي تقطعوها كان يغلوها في الماء احنا جامل نديروها هاك احنا دائما نديروها هاك خضراء وطيب نورمال زتلها مع دنوس حرور زعفران راس الحانوت فلفل حمراء ملح زتلها مصارين شوية نصف هنا في العصبان ونصف خليته للمرقز ونصف خليناه في الفطر هنا جبتك الدوارة وثاني هذه الدوارة زتلها التوم مرحي وزتلها تاني بصلا مقطع قطعتها هاك بتيكارو قطعتها صغيرة واني خلط فيها هاك وثاني زتلها الروز الروز تاني خضر هي مين طيب من بعدها في المرقز وهذا كنت تتلقى روحها وكل شي طيب معها الداخل زتلتاني شوية شحم قطعتها مين طيب من الداخل خلطة قطعتها الحشو قطعتها الداخل في الدوارة قطعتها قطعتها يدوب الداخل معها ويعطيها بالنشابة في بلاسة الزيت هنا نخلط مليح خلط كامل هذه المقادر كما قلت لكم خلطتهم مليح نضع فرانه وزتلها شوية زيت ونخلطها مليح لكي نحشوها وندخلها في الدوارة هذا هو العصباح نحن نخدمها في الوهران هنا جبت هذه الدوارة كما ترون سنخلطها سنخلطها بالخيط لا يوجد هذه الخيط لديك الرقائق سنخلطها ونخلطها سنخلط الخيط سنخلطها سنخلطها ونطبقها ونخلطها 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 ثم نخلطها تقبة لكي ندخل الحشو لا ندخل الحشو ثم نخلطه حشو يبدأ يسيلنها من الدوارة ويخسر سأخبركم كيف سنخلط الخارج في هذه الدوارة قليلا ونخلطها 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 فكل عيد عيد نرى مية ونخلطها ونخلطها كيف يجب أن أعرف ما يرتاح ونخلطها ويستفادون من أجهزة نكمل كامل الدوارات ونرى لكم كيف نخزنهم أولا العصبان تعيره واجدتها مليحة بالخيط ومقصت الخيط عادي نورمال سوف نخزنه لا نستعمله هذه السمانة سوف ندسوه في الكنجيلاتور كما تعرفون في هذه السمانة لكي لا يفوت لنا نبدل قليلا ونحق هذا العصبان ونضعه بمرقه ونشاء الله سوف نطيبه وندي لكم فيديو على الوصفة كيف نطيبه وكيف يجي هكا شباب بالمرقه سوف نخزنه في الكنجيلاتور ونرى لكم كيف سوف ندسوه أنا سوف ندسوه في أكياس بورسة الكنجيلاتور هذا الكنجيلاتور سوف ندسوه فيها كلابات الماكلة ولكن سوف ندسوه كل واحدة لكي لا تجدوا واحدة والأخرى تقعد في الكنجيلاتور وقبل ما نكمل فيديو اليوم أريد أن أخبركم خدمة هذه الكيكة هذه الكيكة خدمتها ليلة العيد اسمها كيكة الشطرنج خدمتها فيه مقادير سهل وبسيطة كما تعودكم لا يوجد مقادير صعب وسهل سهل بل بزيف وما من نظرة يعطي نظرة الشابة سوف ندسوه الوصفة ان شاء الله إذا أعجبكم فيديو اليوم اشتراك في القناة وإلى اللقاء إلى وصفة مقبلة بإذن الله شكرا 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 شكرا